ممكن تقول لي معناها ايه انك كلما تخلو بنفسك تعمل ذنوب خلوات وتعصى ربنا عز وجل هقولك انا معناها ايه معناها انك بتجعل ربنا عز وجل اهون النظرين اليك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه عارف مصيبت الموضوع ده في ايه مصيبت الموضوع ده بيخليك تسقط من عين الله فلو انت اصلا شخص بتعمل تعاط فانت هتنتكس هتنتكس الموضوع مسألة وقت في القيم بيقول اجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات اصلي الانتكاسات ولو انت انسان عاصي عمرك ما هتعرف تقرب من ربنا عز وجل ابن رجب الحنبالي بيقول سوق الخاتمة بتكون بسبب دسي سباطنا بين العبد وربه اللي هي ذنوب الخلوات يعني فانت مش بس هتنتكس او مش هتعرف تقرب من ربنا لأذا انت كمان هيتختم لك بخاتمة سوق اذا ما خلوتت ظهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب ان الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيبه اوعتج عن ربنا عز وجل اهن النظرين اليك ربنا يعنى ممن يخافه ويخشاه بالغيب السلام عليكم